وللمزيد من التفاصيل حول شأن السوري انضم إلينا من إسطنبول السيد باسل حفار مدير مركز إدراك لدراسات مرحبا بك معنا سيد حفار ديمستورا أقر أمام مجلس الأمن بفشله في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة الدستور الجليل لسوريا كيف تعلقون على هذا الإقرار من قبل ديمستورا حياكم الله تحيا لكم ومشاهديكم الكرام الحقيقة لم يكن هذا مفاجئ ديمستورا من أصل الجهود وتتكلل بالفشل طوال الفترة الماضية ومعظم المسارات والجهود التي بدلها لم تنجح في الوصول إلى نتيجة لا في مسألة اللجنة التستورية ولا في مسألة جينيف بمختلف تشكيلاته ومحطاته ولا في مسألة تشكيل المنصات وغيرها وبالتالي كان متوقعا حقيقة لا ينجح ديمستورا في تشكيل اللجنة التستورية حتى وأن نجح تشكيل اللجنة ولو مستقبلا لن تكون ذات قوة فاعلة أو ذات حضور فاعل شيئا ملموسا في المشهد التستوري وهذا الأمر بالذات لا يقوم أصلا على موضوع ديمستورا بقدر ما أن هناك أطراف ضامنة مثل الروس والأتراك بشكل أساسي سيسعون أظن بشكل موازي الآن إلى تشكيلهم لتشكيل هذه اللجان وتقديمها للمجتمع الدوري على اعتبار أنهم أو سيتقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب قدرة حقية على تشكيل هذه المنصات من برأيك يتحمل مسؤولية هذا الفشل لتشكيل لجنة التستورية في سوريا؟ من هو المسؤول عن هذا الفشل؟ هو هذا نعم في عمل الجانب السورية وغيرها من المسارات مجرد انطلاقها بالترتيب الخاصة قبل تحديد مصير الليطان قبل الإفراج عن الأسرى وقبل حل المساكل الإنساني وخذت بشكل أحد أسباب الفشل الأساسية لتفشلها وبالتالي ليس هناك طلق محدد يتحمل بقدر ما أنه موضم الأطراف هي مشاركة كل طلق مشاركة في هذا الأمر أحمل مسؤولية هذا الفشل نعم ديمستورا عول على مسار جنيف كلمته الأخيرة لم يعول أبدا على مسار أستانا برغم من أنه كان يعتبر أستانا المخرج الكبير للأزمة السورية كيف تفسر هذا التناقض بأقوال ديمستورا؟ ديمستورا لم يكن يعتبر أستانا ما هو في المخرج هو كان يطالب دائما والأمريكاني بالعودة إلى مسار جنيف ومسار ريف بالحقيقة ليس مثلا خاطئا بالكلية هو يعتمد على فترة رحيل الأسد وتشكيل حكومة بديلة وما إلى ذلك هو من حيث المنطلقة ومن حيث خصوص فيه الكثير من الحقية لكن مشكلة ديمستورا أنه كان يداهن النظام كثيرا في مساراته وكان يحاول بشكل أو بآخر إعادة إنتاج النظام من خلال تقديم نفس النظام أو ديارة النظام أو شرعنة النظام ورغبة منه في إيجاد حل توافقي من نوع ما بدلا من المضيف عاليا في ميرجيني نعم سيد حفار هناك حليث عن اجتماع بين نظام الأسد وميليشيا البككة الكردية وذلك الحليث حول العملية التركية المرتقبة في شرق الفرات ما تعليقك حول هذا الاجتماع؟ يعني الميليشيات الكردية الانفصارية والميليشيات الكردية الأخرى التي لعبت دورا أدوان إرهابية في المنطق خلال فترة الماضية هذه الميليشيات اليوم في وضع صعب بعد قرار الانسحاب الأمريكي وإن كان لم يتم تعليل إلى الآن بشكل كامل لكن هي في قرار صعب وتستشعر حالة من العزلة وحالة من أنها أصبحت متفرد بها فيه وهناك الكثير من الأطراف التي خاضت ضدها مجموعة الاشتباكات والحروب بما فيها الأطراف بما فيها فصائل السورية الأطراف الأخرى هي تشعر أن هذه الأطراف كلها الآن الكرسة مواتئة لها أو سانح لها لترد الصاعب هذه الميليشيات وبالتالي هم يلجأون لأي طرف والطرف الوحيد الذي متوفر أمامهم هو شريكهم في الإجراء من النظام هم يلجأون للنظام اليوم في سبيل أن يحققوا نوع من الردع أو نوع من الالتجاء له في مقابل أن يحميهم من بطش الأطراف الأخرى بهم كيف ترى ونحن على أعتاب سنة 2019 العام الجديد حول موضوع محادثات السلام ومحادثات جينيفو إلى آخره ومسار أستانا بعد خروج ديمستورا كيف ترى الوضع محادثات ما بين النظام ومن بين الفصائل المعارضة الأخرى هل سوف تستمر هذه الاجتماعات بين الفينة والأخرى أم أن هناك قول آخر هي الاجتماعات ربما ستستمر لكنها تفقد الكثير من بريقها وهو بالأصل تفقدت أكبر من بريقها ومن قناعة الأطراف الفاعلة فيها والنظام الفلسفة التي بدأ بها هذه الاجتماعات منذ ثلاثة عوام وحتى اليوم هي نفسها الفلسفة التي اتهى إليها الأمر أن النظام يريد عودة السيطرة على كل المناطق ويريد إعادة الأمور إلى ما قبل 2011 وهذا أمر غير ممكن حتى وأن وفقت عليه الأطراف يعني هو لا يمكن اليوم أن تقنى الشعب السوري بالعودة إلى ما قبل 2011 الديمغراطية تغيرت الإنسان السوري بحث ذاته تغير النظرة السورية السياسة السورية الوضع السوري الحدود السورية تغيرت وبالتالي العودة إلى ما قبل 2011 غير وارد والبقاء الوضع على ما هو عليه بالحال الحالية أيضا غير وارد لذلك يتوقع أن يكون هناك تطورات لكن بطيئة جدا لأن هناك فرصة إيجاد توفق دولي على حل شامل في سوريا أيضا ضعيفة جدا نعم سيد باسل حفار مدير مركز إدراك كان معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى